لنقاش الملف السوداني ينضم إلينا عبر الهاتف المدينة إسطنبول التركية الأكاديمي والمحلل السياسي محمد أحمد أهلا بكم سيدي عليكم السلام ورحمة بالتزامن مع رفض قوى الحرية وتغيير رفضهم تمديد المهلة الإفريقية للمجلس العسكري برأيكم ما هي الخطوات المطروحة والمتاحة أمام المتظاهرين بعد سحاب تأييد الدولي اليوم شهد السودان تحول مناسب أو تحتين نزمي في لغة الخطاب من كل الأطراف سواء كان المجلس العسكري الانتقالي أو القوى السياسية التي تدير الحراك والأتصام الآن هناك انتقال من مربع التعليق التفاوض والمواجهة مع اللجنة المجلس العسكري إلى مرحلة فتح الحوار وفتح المسارات والأخذ والعطاء مع المجلس العسكري لبغية الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف ويتم الانتقال السلس من المجلس العسكري إلى فلطة مدنية وهذا ما ينتظره الشعب السوداني بل العالم أجمع أن يتم تغيير هذا الوضع من فلطة عسكرية إلى فلطة مدنية كاملة وبالتالي حكم الشعب يقرر بعد فترة انتقالية وانتخابات تجرى حقيقة كان هناك إحباط في بادي الأمر من قبل تجمع المهنيين في خطاب الأول يوم اللحن قبل يومين الخطاب الذي كان ينتظره الناس جميعا وكان خطابا تأثر بعض الشيء وانتابعوا بعض الخلل الفني والمهتوى واللغة والأسلوب والطريقة العرب وبالتالي المعتصمون كان لهم خطاب آخر ولهم شعارات أخرى بضرورة اتفادي دخول صدام مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي ولا بد من تحرك هذا الملف ليكون مرنا وبعد عيدنا التشدد والعصبية في هذه المرحلة ورأينا ذلك في اجتماع المؤتمر الصحفي لقوى التغير تغير هذا الخطاب من مصادم إلى خطاب مرن وفتح باب الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي وان شاء الله نشهد تطور جيد بالحديث عن طاولة الحوار التي ستجمع الجهة العسكرية بالجهة المدنية ما هي الأوراق المطروحة لكلاهما؟ هذه الأوراق التي صرح بها إعلان قوى التغير هو الطعن فيها اللجنة السياسية التي كونها المجلس العسكري الانتقالي هذه اللجنة كانت مهتمة بالاتصال بالقوى السياسية وبإدارة ملف الحوار مع كل الأحزاب الوطنية وبلورت رؤى موحدة لتقديمها للمجلس العسكري الانتقالي حتى يتخذ القرار ولكن قوى التغير فرى هذه اللجنة غير محايدة اللجنة تتبع للنظام السابق وربما يكون أول بنت في هذا الحوار هو هذه النقطة وسيتكم التعاون مع المجلس العسكري الانتقالي لتجاوز هذه المشكلة وكذلك سيتفاوضون في شكل الحكم في المرحلة القادمة ربما قبل شكل الحكم إلى أي مدى تظن أنه يمكن توصل خلال هذه الجلسات إلى صقف زمن محدد في ظل تذمر الشارع من المماطلة وبقاء المجلس العسكري خلال هذه الفترة الآن الأمر في يد القوى الشعبية والسياسية لأن المجلس العسكري الانتقالي أبدأ موقفا واضحا بأنه مستعد لتسليم السلطة لسلطة مدنية في أقرب وقت ممكن ولم يحدد وقت زمني لأنه ينتظر توافقا كبيرا بين قوى الشعب السوداني كله وينتظر تقديم مقترحات جادة وقوية لاختيار عناصر قومية وطنية كفاءة عالية لإدارة الحكم في هذه المرحلة والرئيس رئيس المجلس العسكري ونائبه كلهم أعلنوا رسميا أنهم سيتنازلون في أي وقت للسلطة المدنية التي يتوافق عليها الشعب السوداني الآن الأمر في يدي هو التغيير نتوقع منها أن تقدم عرض رشيد وأن تستحباب الحوار حتى مع القوى السياسية الأخرى وأن تلغي كثير من الشعارات التي ترفعها الآن وهي محاولة منع بعض كثير من القوى السياسية والمشاركة في هذه المرحلة وأيضا الفترة الزمنية التي حددها الحراك فترة الأربع سنوات يرى فيها بعض الناس تشكيكا بأن هذه نية مبيتة لإطالة أمد الفترة الانتقالية هذا يتناقض مع المطلب الأساسي لتحول الديمقراطي السريع لأن وضع انتقالي يعني غير وضع شرعي وبالتالي الوضع الشرعي الحقيقي مفترض يكون بعض الانتخابات والتسرع في الانتخابات هذا دليل على حرص هذه القوى لممارة رشيدة لدولة واعية ورائدة بالتالي نقص النظر هنا سيكون الجذب والشد فيها بين المجلس العسكري وبين كوى التغيير وربما يصلون إلى حال وسط إلى أي مدى أو ممدى أهمية استمرار التظاهر والاحتجاج في الشوارع في ظل هذه المرحلة الانتقالية التي تحدثتم عنها المؤتصمون الآن ينقسموا إلى تيارين ورأينا اليوم تزايد عدد المؤتصمين وجاء عدد كبير جدا من ولايات أولا ليحموا الثورة من الاختصاص لأنه هناك استقطاع بحاج جدا لهذه الثورة وتنازعات داخلية وخارجية ودخلت بعض المحاور الليست جيدة مثل الإسلاميين واليساريين وطلائف وكذا فهؤلاء الشباب جاءوا لحماية ثورتهم التي قدموا من أجلها الدماء والعرق وبالتالي حتى يكمدوا جماح تجمع المهنيين حتى لا يكون هناك تشوض كبير ويدخل الحراك في مصادمات في غين عنها وحتى يحاولوا يضبط الخطاب السياسي ويوحدوا هذا الخطاب فبالتالي استمرار الاعتصام لضمان انتقال فيلمي أو انتقال سلس من عسكري إلى مدني ولضمان وضع قواعد لحكم مرشيد لا يكون فيه التنازع أو لا يكون فيه صراع بين الأحزاب وليضمن أيضا عدم تدخول الأحزاب في هذه الحكومة يعني كل الشعب السوداني حريص أن لا يشترك أي حزب في الحكومة القادمة تكون حكومة التنقرات مستقلة قومية وطنية ليس لها انتماء لأن التدخل الحزبي في هذه المرحلة يفسد الأجواء كثيرا ويعيق كثير من الأعمال الأكاديمي والمحلل السياسي محمد أحمد كنت معنا عبر الهاتف المدينة إسطنبول التركية شكرا جزيلا لك